فيما يتعلق بالألبان وعم نشوف الآن طبعاً الرائج موضة الكيتو شو بتنصحي بهذا الخصوص؟ الآن نظام الكيتو بتعرفيه صار كثير فيه أشخاص متبعين بس عندي ثلاث نصائح لأنهم مش أي حدا بصبط له نظام الكيتو لازم تراجع طبيبه أخصائي تغذية لنقدر نعمل الفحوصات الأساسية ونتبعه وهي حمية لفترة معينة ممكن قحد أقصى تقعد سنة بعدين لازم ننتقل لنظام غذائي صحي متوازن فيه كل العناصر الغذائية الأساسية الآن اللي بدي تبعو تلكيتو برضو هاي من الأسئلة اللي أجدنا على السوشال ميديا بموضوع الألبان الألبان فيها نسبة بسيطة من النشويات ولكن ممكن ندخل إحنا بحمية الكيتو من الأشياء المسموحة اللي هو اللبن اليوناني لجريكو يوغورت شو اللي بفرق عن اللبن الرايب؟ اللبن الرايب فيه نسبة سوائل أكتر أما هذا فيه بروتين أكتر ودهون شوي أكتر طبعا في عنا مثلا من المراعي عدة نكهات المناكه ما بزبط لحمية الكيتو لأنه فيه نسبة سكر وبتعرفوا إحنا نسبة النشويات بتكون محددة بنظام الكيتو منقدر ندخل اللبن اليوناني السادة ومنقدر نحضره بوجبة سناك بحمية الكيتو كتير سهلة نضيف مكسرات نضيف توتها لموسمة توت بتكون وجبة صحية ممكن نضيف محلي هي ثلاث أنواع محليات مسموحة بالكيتو محلي الأريثريتول والمونكفروت والاستيفيا فممكن بهاي طريقة نعمل سناك خفيف صحي لأنه برضو بالكيتو حتى لو 60-70% من الدهون من الحمية عبارة عن دهون فيه ثلاث قواعد برضو أساسية نختار دهون صحية غنية بالدهون الغير مشبعة مثل زيت الزيتون الأفوغادو المكسرات ونحاول أد ما نقدر نبتعد عن الدهون المشبعة الموجودة يعني ما نكتر كريمة وسملة وهيك زي الناس اللي بس بيأخذوا هاي الحمية من غير ما ينتبهوا أو من غير إرشاد تغذوي ويصيروا يعملوا أشياء من عائلهم هاي بنا ننتبه لألهم ممتاز طيب خلينا ننتقل لمباشرة روبا نشوف الأسئلة من خلال السوشال ميديا بما يتعلق بالدجاج المقلي وكم سعر حرارية بالقطع الواحدة اليوم عم نحدد حديثنا تحديدا كمان عن الكيتو والجاج المقلي هاي لأنه كتير أجانة أسئلة عن الكيتو وعن الجاج المقلي المستخدم بحمية الكيتو هلا البروستيت على حسب نوع القطع بس ممكن تتراوح تقريبا السعرات بالأفرج على حسب حجمها كبير أو صغير تقريبا 350 سعر حرارية فإذا أنت عم تاكلي وجبة من 3 قطع ممكن توصلي لألف سعر حرارية إذا عم نحكي بدون بطاطا طبنا ننتبه لكم تعرفوا لأنه الجاج بيكون مغلف الإطعاء 350. 350. 350. 315. الإطعاء الأصغر ممكن توصل 200. السعرات بتتزيد لأنه أصلاً عم بتشرب الجاج كمية زيت عالية هون عم نحكي عن المطاعم ولا ممكن حتى تحضير المنزل يكون نفس السعرات الحرارية للبروستيت هلا إحنا بالبيت ممكن نعمل بعض الخطوات تتقلل شوي من السعرات الحرارية يعني في هلا المقلالة الهوائية أو في ناس بيغلفوا صار يشبوا بالفرن إنه يعملوا مثلاً بشوية زيت يرشوا يعملوا يقلبوا على الجهد أو مقلالة هوائية زي ما أقول أو مقلالة هوائية بس مش متوفرة عند الجميع يعني في ناس عم بيشبوا بالفرن هلا بهاي الطريقة هلا بس طبعاً الجاج المألي البروستيتز فيه أرمش معين وفيه طعم بيجي من عملية القلي بس فيه عندنا قلي بطريقة أكتر صحية إنه عشان ما نقزي حالنا إنه ما نستخدم الزيت أكتر من مرة لنصف الزيت من الشوائب لأنه هاي الشوائب ديز ضلينا نقلي فيها رح تكون مضرة بالصحة نعم معنا كمان سؤال خلينا نشوف السؤال تمام إذا كان الجاج مألي بدون الكرمز أو فتاة الخبز هل في مشكلة مع الكيتو؟ هلا شو مشكلة الجاج المألي بالكيتو عادة لما يتغلف بطحين هون في نشويات ومنعرف إنه كمية النشويات بحمية الكيتو كتير محددة بدأ تكون تقريبا أقل من خمسين جرام باليوم والخمسين جرام من وين بيجوا عادة بيجوا من حصة حصتين فواكل منحطهم إذا كان توت أو فراولة وبيجي كمان شوي من الخضار اللي منضيفها وبيجي يعني كميات بسيطة ممكن إحنا دغري نخلصها بالحمية تاعتنا فإذا من نعمل الجاج ونغلفه بطحين فهون رح ناخد نشويات فبدنا مش رح يزبط بالحمية فهي سؤالها إذا نستبدله ممكن تستبدليه بطحين اللوز أو تعمليه بطريقة تانية عشان تخفيفه من كمية النشويات لتصبط لحمية الكيتو هلا في ناس ما بيدخلوا أبدا نشويات أصلا وفي ناس على الخفيف إلا إذا أنت ما بيزبط حمية بدون خضروات والخضروات فيها نسبة نشويات بس عادة من شوية فواكه شوية لبن بس مش مصدر مباشر زي الخبز أو المعكسرات بس عام ما في أكيد ما في خبز ما في رز لأنه بسهولة ممكن تطلعي فوق الخمسين جرام لشويات بالحمية من الوجبات التانية حتى الفواكه اللي بتتحدد يعني إحنا منختار مرات الفراولة والكيكي وكيوي والتوت لأنه نسبة السكر ونشويات أقل من باقي الفواكه تمام يلا سؤال الثالث هل أزيوت مسموحة في الكيتو نعم الثيوت مسموحة في الكيتو الكيتو زي ما حكينا ستين لسبعين بالمئة منه جهون وعادة الجهون منفضل دائما تكون من مصادر صحية مندخلها من أفوغادو من مكسرات زيت زيتون زيت دورة زيت كانولا هذول كلهم ممكن نستخدمهم بس برضو كميات معينة من الأخطاء الشائعة أنه خلص الناس برضو لما ما يستشيروا حدا إحنا في فرق بين حمية متوازنة يعني كمية محددة من خضار وفواكه ونشويات لما الواحد يخفف لحاله ما بيأذي حاله بس الحميات لما تكون هاي منسميها يعني حميات علاجية لفترة معينة أو بعيدة عن النظام الغذائي المتوازن هاي ممكن تأذي حالك من غير ما تحس صح فبدنا ننتبه أنه حتى لو ستين سبعين بالمية دهون هذا ما بيعني أنه نقلي وهذا ما نشوفه ونحط سمن كثير وزبدة كثير لأنه بيعتقدوا أنه كل ما أكلوا أكتر من هيك كل ما نحفو أكتر وهذا خطأ ماش هيك ماش هيك الحميقة في ناس بيكانوا بكتروا زبدة عم بيأكلوا شوية زبدة من كيتو هدا غلط يعني كميات أكتر من الحد المسموح نعم طيب سؤال ثاني كم أطعم نقدرنا كل عم نحكي عن الجاج إذا عاملين كيتو إذا حضرناها بطريقة بدهات يعني عادة ممكن يعني حتى لو عاملين كيتو بدنا نحتم بمجموع السعرات الحرارية اللي نتناولها باليوم إذا حضرناها بطريقة صحية أو استخدمنا كمان طحين الأمح أو اللوز بدل الأمح ممكن نتناول بحد قطعتين مثلا ويكون معها صحن صلاتك كبير ممكن نضف عليه أفوكادو شوية مكسرات عشان نشعر بالشبع ونحصل على الدهون الصحيح ممتاز آخر سؤال معنا خلينا نشوفه مع بعض كم كمية السوديوم كمية السوديوم عادة يفضل ما نتجاوز الألفين ملي جرام باليوم قطعة البروستيد حسب حجمها بتتراوح ما بين 400 إلى 700 ملي جرام من السوديوم فهذه الوجبات الجاهزة سريعة دائما عشان نتناولها باعتدال بين فترة والثانية ليس دائما لأنه شخص بصفي عم بيأخذ دهون أكتر أملاح أكتر اللي هو صوديوم وممكن يؤذي صحته شرح تزعل مني إذا بتعرف يا ديش عم باكو الجاهز هاي الفترة أجل؟ جاهز ما هو حسب أنا نوع من الجاهز الشاورما الشاورما ضارفك دانا شاورما ملكة الشورما أم بحاول أتغلب على هاي نقطة الضعف شكر إليك روما يعطيك عافية شكرا